بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ارجعنا لكم من جديد هنتكلم الان على موضوع المينيو وكيف نعمل النافذة الخاصة بالمينيو بحيث ان انا وضغطنا على زر المينيو تظهر عندنا نافذة موجودة فيها خيارات ننتقل من خلالها الى اي نافذة اخرى طيب تعالوا نشوف كيف صارت الموضوع بنيجي بنفعل الان الارتبورت هذي بنعمل copy من هذي الارتبورت بتضغط على زر الصفحة بالالت بنسحب الارتبورت في هنا وبنسمي الارتبورت هذي المينيو كيف نعمل المينيو المينيو عبارة عن نافذة بتخرج بتكون ماخدة على طول الصفحة الموجودة طيب كيف نعملها هي بتجيب مربع من هنا وبنفتح مربع من من هنا هاي بنعمل المربع و بنخليه لنهاية المكان هذا بنحاول نعمل وبسيتي مع تلوين لهذا المربع كيف نلون المربع هذا بنجي عند الفيل تعالوا نختار حتى ممكن حتى نتأكد عموضوع الليبري دايما ونستخدم الكمبوننت اللي موجودة في الكلارين بنجي بنلون هذي بهذا الكلام بدي اعمل وبسيتي بحيث يكون فيه ظهور للصفحة الخلفية حتى ما يكونش الاشي وكأنه احنا في صفحة مختلفة عن الصفحة الموجودين عليها بنجي بنعمل وبسيتي هنا بنقلصه لحد قول سبعين او تمانية في المئة زي ما احنا شايفين هنا بنجي بنعلم هذه النافذة بقية هذه النافذة وبنحط لها لون اغمق من هيك بحيث انه هذا المربع او هذا المكان يكون عبارة عن هاي اللون تبعه وممكن يكون هذا لو ضغطت عليه يفتح لي او يزيل هذه النافذة حتى انا افصل ما بين النافذة اللي فيها المينيو وباقي النافذة بحيث لو ضغطت على باقي النافذة تختفي هذه المينيو ونرجع لمين للصفحة الرئيسية تعالي مسنعمل اوباسيتي لهذا المربع بحيث انه برضو احنا بنكونش موجودين وكأنه احنا ابعاد عن الصفحة الرئيسية طيب ايش بنسوي الان بنحط قائمة موجودة هنا كيف في القائمة بدنا نعمل الان نص هاي النص بدي يكون هنا الهوم هاي نفتح الهوم ولكن تعالوا نغير ونبدل في موضوع الخط الموجود هنا طيب الهوم هنا بدي اخليها عبارة عن قول 30 او 35 طيب ممكن نكبر شوية حتى الامور تكون واضحة وتكون ايش خاص في البرزنتيشن الان بدي احط هنا ايكون بجوار هذا الهوم ايش في عندي ايكونز موجودة هنا اه ما في عندي ايكونز موجودة ممكن انا اعمل ايكون من المثلث هاي تعال بنفتح الايكون هذا هاي المثلث لاحظوا معايا بعمله استدارة نفس المثلث بقى اقول له هاي قلت واسحب المثلث هذا هاي اعملت مثلثين فوق بعضهم طيب نجمع المثلثين حتى نحط البوردر عبارة اقول عن خمسة ايش في شغلة تالية ممكن نضيفها بكفي هيك بنرجع هذا وبنعملهم تجميع او جروبينج بنعمل نسحب الايكون وبنحطه بس بنا نصغر الايكون بنضغط على زر شفت وبنصغر الايكون لاحظوا معايا انا بدي ايش اسوي الان بدي اعمل محاذا هاي باعمل المحاذا بحيث انه يكونوا جنب بعض وبدي افرغ الاشي من اللون بدي اش لون عليه بدون فين خليع قدر بس البوردر ولو بدي نكبر البوردر منحط هاي تمانية هنا كبرنا البوردر بنعلم من خلال الشفت هاي علمنا هذا وضغطنا شفت وعلمنا هذا بنعمل المحاذا بحيث نتأكد من المحاذا موجودة هنا بدي الان اعمل ربيت جريد ليه لانه بدي انا اعمل قائمة والقائمة تكون متساوية ما بين كل ايتم والثاني هاي واحد اتنين تلاتة اربعة حط خمسة ستة واللي بدكو اياه هاي بيكفر عقد هيك بدنا نكبر المسافات ما بين كل ايتم والثاني هاي نكبرنا المسافات بين كل ايتم والثاني اعملنا هوم بيرد هاي بفوق اللي ربيت جريد وباجي على كل ايتم حتى اغير الناس طبعه بالشكل اللي احنا بدنا اياه بنقوله هاي بيرد هاي بيرد وبنيجي هنا بنقوله انيمالز مثلا هاي بنعلم عليها بنقوله انيمالز وبنيجي هنا بنقوله فلاورز مثلا كمبوننت ساعتنا فلاورز وبنيجي هنا بنقوله ايضا اخر اشيه البلانتس اللي هو النباتات البلانتس النباتات اصبح هاي القائمة موجودة عندي تعال نكبر القائمة ونشوف ايش اللي صار بالزبط هاي الزوم نكبر القائمة حتى نشوف زي ما احنا شايفين هاي القائمة امامنا